راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفين وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما بتقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب كروت توضيحية وبعدان نبلش نشوف شو طاقتك انت يا برج العذراء وبعدان طاقة الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل او شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية او شو بتحس فيه حاليا فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير او عم تحلم حتى بهالشخص او عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون ايضا احلام فعلية يعني احلام حقيقية مش فقط احلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك فيه احلامك ايضا الكروت اللي تلايت عندي هون الفارس والبيد والكينج ايضا طاقتك عم شوف الترابية كتير اغلب الطاقة اللي عندك يعني انت بطاقتك انت حاليا حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص او تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية ايضا وضعك اتحسن او وضعك متحسن من الناحية المادية لانه عندك يعني من الناحية المادية وضعك منيحة لبعض منكم او وضعك يعني فيه تحسن ايضا ما الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف انه الوضع بينكم ايضا فيه تحسن ممكن اه فيه اختيار معين بدك تختاره او انت واقف بالتاريق وبدك اه تختار بين شيئين او بين شخصين او توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص. مرى الشخص اللي عم تتعامل معه انت بتحس اه انت بتحب الشخص بمعنى انه بتحس انه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم تتعامل معه. اه ولكن فيه بينكم شوي اه جدالات او شوي حدة بالمناقشات او ملامسات بينك وبين هالشخص. ولكن انت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه او بتعتبره رفيق درب. وايضا من الناحية العاطفية اه راضي كتير عن عن مواصفات هالشخص او بتحب طبيعت هالشخص. بتحب شخصيته بتحب كاريزمته. وايضا متل ما حكينا ممكن بالفعل انت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك وحتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير. طيب نشوف طاقة الشريكة وطاقة الحليب. مش كتير منيح الشخص عم يحس بفراغ من جوه. فيه اشي بحياته هالشخص عم يحس انه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه. او الفجوة اللي عم بيحس فيها. وعم شوف ايضا انه ما اعترف لك او ما حكالك بهالاشي. يعني اغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لك هالشخص. بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة. ايضا اه ممكن يكون هالشخص مخبي عنك انه الامور بحياته خارج العلاقة بينكم. اه حياته العملية او حياته العائلية او حياته العامة. عم تكون مش مش مزبوطة. فيها فيها لخطة كتير. فيها تغيرات كتير كبيرة. وعم يمر عم يمر هالشخص بشبت كتير عالي. فممكن في بعض الاساسات بحياته هالشخص حاليا اه مهزوذة او غير مستقرة. وممكن ايضا اه نسبي عالي يكون ما حكالك هالشخص عن اه شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيدا عن العلاقة. ايضا ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص. اه ممكن هو عم يحس بفجوة او فراغ بالعلاقة اللي بينكم. انه مش عم يحكي معك. لانه في عنده اه او في عنده تحولات ولكن اه اغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الاحية العاطفية او بما يخص مشاعر هالشخص. فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حاليا مش مبسوط هو بصراحة. عم شوف انت راضي اكتر او انت مقتلق اه اكتر بيوضعك اكتر من هالشخص. هالشخص من جوه اه غير راضي. مش مبسوط. طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني او شو ممكن يكون السبب الخلاف بينكم او احد من السبب الخلافات بينكم. في اه طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس بيرفض. حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر. اه ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض اتجاهك. لانه عم شوف انه اه في كتم للمشاعر ما مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم. شو اللي بتحسوا لبعض. عم شوف بينكم كتير عالي وهيدا ممكن يكون او في بينكم شوف كتير عالي ممكن يكون اه ولد الغيرة بينكم. او ممكن هالشخص او انت. لانه هاي الطاقة مشتركة. عم اه الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة. بالزات لانه الوضع بينكم عم شوف اه اه عفوي او ما في الو طريق او نمط او معين تمشوا عليه. فممكن يكون هالشخص انت وغيره مش فيه علاقة جدية. فصعب عليك انه انت اه تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة اه مشاعره او شو اللي بيحس فيه. بينكم اه الطاقة المائية عم شوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض لانه عندك فانت وايضا عندك هون. فيه طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر اه وكأنه سلمت وكأنه رفيق الدرب. ايضا اه ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من اساب المشاكل بينكم انه ما في جدية وما في التزام بالعلاقة. ما في اه خط معين تمشوا عليه. يعني انت وهو بعلاقة ولكن اه ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم. وشو رح يصير بالمستقبل. وهذا ممكن يكون اثر على احد من الاطراف انه ما في اه التزام جدي بالعلاقة. فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من النحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون. بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل. عم شوف انت فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه. ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك الشخص. وعم تحس انك لانه هالمرأة على الكرت ما يعادل او ما يعني انت عم تحس بالسجن شوية عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور ام الماضي. عم تحس انك مربوط فيها. ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافع. الحلو بها انه الكرت طلع عندك هون مقلوب تري اوف سوردز. تري اوف سوردز عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف والجرح بالمشاعر. ولكن مع انه الدك عندي ما فيه كروت معلوبة الى انه الكرت يجاك معلوب. وبس يجي معلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري اوف سوردز. اه بيرمز على انك طالع من جرح معين. او طالع من حالة حزن معينة. اه او راح تطلع ازا انت البعض منكم ازا قراءة عكسية وانت هالطاقة اللي هون. البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر طبيعة العلاقة بينكم. الى انه عم او شوفك طالع من من فترة حسيت فيها انك مظلوم. من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او connection او تواصل ما زبط مع شخص. ايضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل او رح تجيك العديد من العروض. عروض عاطفية من عدة اشخاص. ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة. لانه في كتير من العروض اللي رح تشيك نواياها مش رح تكون صادقة. وعم شوف انت مركز اكتر يعني انه انت بدك عادل بالموضوع. بالمستقبل. بخطواتك المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل. فاغلب العروض هاي عم شوف انه مش رح تستهويك او مش رح تعجبك يعني. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواته بالمستقبل. عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لو قدام. شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلف من شخص الاخر. ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة. من يعني بطاقته الحالية وطاقته المستقبلية. تقريبا الكروت مشابهة. الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض. لسه هالشخص عم يحس في حزن. عم يحس انه مجروح. الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروحي كتير. ايضا بده عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية. بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية. لانه عنده اس اف كبس. يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة. وبده يشتغل ويحط مجهود ايضا. سواء كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين. الى انه مش رح يعبر عن هالاشي. يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر. ناقلك عن طبيعة مشاعره. بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى. او في عندك حوالينك حوالينك اشخاص اخرى. هو ماخد موقف افتفاعي. يعني باني صور حول نفسه هالشخص. وعم حسه انه بالعقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفيا. عم يحس بصراع جوه حاله. لانه بيكن المشاعر لالك. ولكن بنفس الوقت بيحس انه بموقف. اه مش عم يسمح له انه يعبر. نشوف له بيحس تجاهك. ممكن اه ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة. او حبيب قديم. لانه عم شوف انه انت في عندك علود هون. وفي عندك ايضا رضا نفسي. فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون. وهيدا اكس قديم. عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي. مش عم يسمحه يعني عم يتسارع مع حاله هالشخص. الوضع مش عم يسمح له انه يعبر. فعم يكون كتير دفاعي. بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالاشي. خايف من الرفض ايضا. لانه عندك هون فعالشخص خايف انه بس يعبر. او اذا. اجا حكى معك خايف من انه ينرفض. او انت ترفض عرضو الحب تبعو. لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك. بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم. او بالمستقبل. طاقتكم المشتركة. في اه طرف منكم رح ينحط هالكرت. ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون. ممكن تكون انت. رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراعات. لانه عندكم. ترمز الى اغراعات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة. لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشي اللي اللي بتفيدك والاشي اللي مش رح تفيدك. لانه من اغلب العروض اللي رح تجيك. وممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون اه اشي مش رح تفيدك. او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك. فعم شوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيه علاقة مع بعض حاليا ولكن الامر مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها. رح تنحطوا بيجوز فيه ناس ايضا بدها تخرب بينكم. لانه فممكن فيه اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها اه تخرب التواصل بينكم. تخرب الكونيكشن بينكم. لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة. عم شوف اه او عم شوف اه خيانة. او عم شوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول تخرب اللي بينكم. بالفعل. الفعل البعض منكم اللي بيه علاقة حاليا بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم. لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك. او اللي حبيبك محوط فيهم. يعني انتبه من اه دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيهم. ايضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل. في عندك نايت اوف وانس. في عندك ناين اوف وانس. في اه بدك ما تركز على الامور اللي راحت. لانه عم شوف لسا في شخص. في شخص هون مكتئب. في طرف عنده اكتئاب. في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف. اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت. ففي طرف كتير لسا مركز على الماضي. وخسارة صارت بالماضي. تفهمت علي? ممكن تكون ايضا خسارة بينكم مادية. صارت. او خسارة ممنوع من العلاقة. بمعنى انه عم تحس انه في فرصة بينك وبين هالشخص بعد. ولكن البعض منكم لانه عندك ففي تحرك بينك وبين هالشخص. في طرف راح يتقرب الى الشخص الاخر. او ايضا راح يكون في عندك عرض حب من هالشخص. او ممكن انت تقدم عرض حب لهالشخص. ترجمة نانسي قنقر